هنا النهج المبين هنا الحق اليقين هنا نور بدان هدى للمتقين هدى للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا هنا النهج المبين هنا الحق اليقين هنا نور بدان هدى للمتقين هدى للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم و رحمة الله و بركاته هناك مجموعة من الأمور و الصفات السلبية التي نراها أخذت تبرز بشكل واضح و كبير و كثير في المجتمع بين الناس سواء على الصعيد الأخلاقي أو السلوكي نرى هذا في البيت في العمل في الشارع لا سيما عندما يكون هناك خلاف أحيانا من باب الغش مرة و أحيانا لا من باب الخلاف يصير و هو مسألة الفحش في القول أو البداءة نرى أحيانا بين الزوج و زوجته الأب مع أولاده بين الجيران و البعض يستانس يعني ضحك ربع ضحك و ناسه و واحد يسب الثاني و إلا يقطع عليه كلام عليه أهوة على أهله أو شيء هذا كله خلاف الإسلام هذا خلاف التعليمات الإسلامية يعني إحنا لما نستعمل هذا كلام الفحش طبعا هذه تسمى بذائة هذه البذائة تخدش الحياء تهتك الأعراض تسيء إلى الكرامات و نحن تكلمنا على مسألة الكرامة بينا و لقد كرمنا بني آدم بعدين بينا مسألة إن أكرمكم عند الله أتقاكم و بينا أن المؤمنين لهم العزة فإن العزة لله و لرسوله و للمؤمنين هؤلاء الذين يمارسون البذاءة يخالفون ما أمر الله به و رسوله عندنا أحاديث كثيرة تبين هذا الخلق الاجتماعي خلق سيء يبين على تخلف من يمارس هذا الأمر لأن الإنسان المتحضر هو الإنسان المهذب في كلماته الذي يحترم الناس و يحترمونه الناس و لذلك الله سبحانه و تعالى قال قال وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَةِ أنه لازم الكلام يجب أن يكون الكلام كلاما حسنا هذا الأمر مطلوب في الوقت ذاته نشوف أن مسألة البذاءة هي مسألة محرمة شرعا لا نقول أنها مسألة أدبية الذي يبي يسويها يسويها الذي لا يسويها لا هي محرمة شرعا أصلا لا يجوز أن الإنسان يكون فحاش يكون لسانه بديئا و سنستند إلى مجموعة من الأحاديث إن شاء الله تعالى لتبيان هذا الأمر هذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و ما جاء عن أئمة أهل البيت عليه و السلام و حتى يذكرون يعني الذي يسوي هذا الأمر هذا الشرك شيطان الذي مصداق للآية المباركة الذي الله سبحانه وتعالى يخاطب إبليس يقول و شاركهم في الأموال و الأولاد يقول شاركهم أنت اشترك معهم في الأموال و الأولاد سوف نبين هذه كيف عموما وردت مجموعة من الأحاديث التي تبين أن الذي يمارس هذا الأمر صاحب خلق سيء لا يدخل الجنة حتى لو صام و صلى سوف نرى الآن مثلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قوله إذا رأيتم الرجل لا يبالي ما قال و لا ما قيل له يعني عادي يسب الناس يفحش عليهم أو هم يسبون أو يفحشون عليه ما يبالي لا بالعكس أحيانا بعضهم يضحكون عندهم ربع و ناسهم باب الميانة الميانة هي التي تحركنا و التعاليم القرآن و السنة المطهرة هي التي تحركنا نحن لما تكلمنا عن سورة الحجرات قبل سنتين أول آية اللي الله سبحانه و تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله و رسوله و بينا أن معانيها أنك لا تتقدم عليهم أنت ما تتحرك إلا تشوف ما هو أمر الله و رسوله ما هو أمر الله و رسوله في هذه الحادثة المعينة و على الله أنا أتحرك فعلى يتحال هنا مثلا النبي صلى الله عليه و آله يقول إذا رأيتم الرجل لا يبالي ما قال ولا ما قيل له فإنه لغية أو شرك شيطان و اللغية تفسر بأزنا أجلكم الله كذلك في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام مسألة شرك الشيطان إن من علامات شرك الشيطان يعني بمعنى أن الشيطان شارك فيه الذي لا يشك فيه أن يكون فحاشا إنسان يكون فحاش هذا شرك شيطان كذلك نقرأ في بعض الأحاديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال إن الله حرم الجنة هو هذا اللي قلنا قبل شوي حتى لو صام و صلى إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء ما يستحي يقعد يسب هذا لسانك شديد يقول أنا لسانك شديد إن الله حرم الجنة و منه قاعد يقول النبي صلى الله عليه و آله لا يبالي ما قال ولا ما قيل له فإنك إن فتشته لم تجده إلا لغية أو شرك شيطان تشوف إنه شرك شيطان فقيل يا رسول الله و في الناس شركوا شيطان فقال صلى الله عليه و آله أما تقرأ قول الله عز و جل و شاركم في الأموال و الأولاد يعني أحيانا واحد يأكل مال حرام يغصب حقوق الناس يبيع شيء محرم يبيع الميتة بعضهم إذا هذه الفلوس اللي قاعد يأخذها و يأكل منها و يوكل فيها عياله شنو رح يصيرون يعني بالنهاية شرك شيطان هذا لأن الشيطان قاعد يشارك في الأموال و يشارك في الأولاد كذلك أحدهم يسأل أحد أئمة أهل البيت عليه و السلام هل في الناس من لا يبالي ما قيل له أكو واحد شدي أي شيء قال لعادي ما يبالي قال إيه نعم قال من تعرضا للناس يشتمهم و هو يعلم أنهم لا يتركونه يعني يسب و يدرنا رح يسبونه لماذا تسب أنت في البداية فذاك الذي لا يبالي ما قال و لا ما قيل له و عن الإمام الباقر عليه السلام إن الله يبغض الفاحش المتفحش شوفوا هذه القصة عن الإمام الصادق عليه السلام قصة جميلة جدا مرة كان واحد من أصحابه معاه دائما كان معاه و أينما يروحون يروحون مع بعض هذا الشخص مرة كانوا في السوق فقاعد يبحث عن الغلام ما لكم مرة يناديه ما حصله و آخر شيح الصلاة فقال له نادا سباه قال يا ابن الفاعلة أين كنت الإمام عليه السلام هنا يعني تضايق كثيرا فتقول الرواية أن الإمام عليه السلام ضربة يعني رفع يده و ضرب بها جبهة جبهة نفسه يعني الإمام قال سبحان الله تقذف أمه ليش تقذف أمه قد كنت أرى أن لك ورعا فإذا ليس لك ورع وين الورع واحد يحتاط كذا شون تقذف أمه فهذا طلع لعذر قال قال جعلت في ذاك أن أمه سندية مشركة يعني على أساس هذه لي مم مسلمين مشركين عادي شون عادي فالإمام عليه السلام قال أما علمت أن لكل أمة النكاحة أو في مكان آخر لكل أمة النكاحة أن يحتجزونها به عن الزنات تنحى عني وبعد ما شافه إلى أن فرقهم الموت لماذا؟ لأن أخطأ فيه قال له يا ابن الفاعلة لماذا؟ لأن هذا وين كان كانت أمة مشركة مجوسية لكن أمه عندهم عندهم زواج على شرعهم و الإسلام أقرهم أقر الأديان الأخرى على الزواج بما يتوافق مع شرعهم فنلاحظ كيف هذا التأكيد على مسألة عدم الفحش في الكلام لا يزال هناك بقية الحلقة لا يمكن أن نخلصها في حلقة واحدة هناك قصة أو قصتين أيضا بوديا أتحدث عنها في هذه المسألة لأن هذه المسألة نشوفها متشرة كثيرا إن شاء الله تأتي في اللقاء المقبل و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين هدى للمتقين هنا النهج المبين هنا الحق اليقين هنا نور بداء هدى للمتقين هدى للمتقين ربيع المؤمنين معين الموقنين هنا بحر ندا هدى للمتقين هدى للمتقين